سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين زيارة خالفة نيابة عن والدي وعن والد والدي وعن أخوتي وأخواتي وجيراني وأصدقائي وأقاربي حيا وميتا وكل من قلد للدعاء والزيارة طاعة وقربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة لساء العالمين السلام عليك يا فار الله وابن فاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهاء يا أبا عبد الله لقد عظمت الرجية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبتم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياءهم وأتباعهم وأوليائهم سيدي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروا ولعن الله بني أمي قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب فارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة سيدي يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحارب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرع إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنا عليه ظليانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياءكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم وإليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يتبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب فاركم مع إمام هدى الظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآخ اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن يوم عاشواه يوم تبركت به بنو أمي وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم ملعن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد والآبدين ويوم آشوراه يوم فرحت به آل الزيات وآل مروات بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن ما أتمر أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك ما أتمر يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهاء ولا جعله الله آخر العهد منه لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجود اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته